والآن متبعة لأهم الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية أخبار المال والعمال في نشرة تسعة تستعرضها لنا الزميلة ليلة عمر شكرا لك مصطفى شكرا إلهام ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية عقد وزير التنمية المحلية هشام أمن اجتماعا مع محافظ القهرة خالد عبد العال ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف بمقر الوزارة وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بالمحافظتين وعلى رأسها منظومة نظافة الجديدة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بتحسين مستوى النظافة بالقهرة والإسكندرية وأهمية شعور المواطن بتحسن ملموس على أرض الواقع وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية عاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 841.239 مليار جنيه وعلى فعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.42% يغلق عند مستوى 12779 نقطة كما قفز مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسط EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 4.37% يغلق عند مستوى 2516 نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 3.41% يغلق عند مستوى 3637 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و50 قرشا للشراء و24 جنيها و57 قرشا للبيع أما اليورو فسجل 25 جنيها و48 قرشا للشراء و25 جنيها و57 قرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاستلييني إلى 29 جنيها و68 قرشا للشراء وللبيع 29 جنيها و78 قرشا أما بالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي فسجل 6 جنيهات و51 قرشا للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع أما في أسواق المعادن النفيسة فارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة تبلغ 1.2% ليصل إلى 1745 دولارا للأوقية وعلى الصعيد المحلي ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 45 جنيها حيث سجل عيار 18 نحو 1208 جنيهات للجرام وسجل الذهب عيار 21 نحو 1410 جنيهات للجرام في حين سجل عيار 24 نحو 1613 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11280 جنيها في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بينما تبحث مجموعة الدول السبع وضع سقف سعري من النفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تدوله حاليا وتراجعت العقود الأجلة للخام بنسبة 3.15% لتصل إلى 84.92 دولارا للبرميل كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.4% مسجلة 77.54 دولارا للبرميل وانخفضت أسعار المزاق عالميا بنسبة 95% لتصل إلى 3.30 دولار للتر وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7% لتسجل 7.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قال البنك الدولي أن الاقتصاد اللبناني مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أقطع إلى حد ما وأوضح البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يقيس القيمة الإجمالية لأقتصاد البلاد انكماشا في لبنان بنسبة 5.4% في 2022 وسط تأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادية أكد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة وصل إلى مستوى قياسي مع وصول عدد إضافي من الأشخاص يقدر بنحو 504 ألاف شخص إلى الأراضي البريطانية خلال الـ 12 شهرا التي انتهت في يونيو من عام 2022 أكثر من المغادرين وذلك وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ختام أخبارنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لمصطفى شكرا من جديد ليلة على هذا العرض الاقتصادية